اشتركوا في القناة تعرفون رحمكم الله انه بعد ايام قليلة تحل بنا ايام شريفة مفضلة يضاعف فيها العمل ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة انها العشر الاوائل من شهر ذي الحجة هذه الايام طيبات المباركات التي فضلت على غيرها من ايام السنة ومن دلائل هذا الفضل ان الله تعالى اقسم بها بعد اعوذ بالله مجتمع الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر ولا يقسم سبحانه الا بكل معظم عنده ومن دلائل فضلها كذلك انها ايام مخصصة لاداء فريدة الحج وسنة العمرة وهي من عدم القربات وافضل العبادات ومن دلائل فضلها كذلك انها تتضمن يوم عرفة وهو يوم مبارك يوم عظيم عند الله تعالى يعتق فيه الرقاب ويغفر دنوب العباد وعندما نقارن بينها وبين العشر الاواخر من شهر رمضان مبارك نجد ان بعض العلماء يعممون ويقولون ان العشر الاوائل من دلحجة هذه افضل ايام السنة على الاطلاق ودليلهم ما ورد في حديث رسول الله عليه وسلم قال فيه ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر فقال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال رسول الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء الحديث روى ابن عباس وهو ورد بالسياغ المختلفة والصيغة التي تلوتها هي رواية الإمام بن العربي في عارضة الأحودي وهو حديث صحيح والفريق الثاني من العلماء يفرق بين الأيام والليالي فقالوا إذا تعلق الأمر بالأيام فالأيام الأولى من ذي الحجة أفضل الأيام وإذا تعلق الأمر بالليالي فالليالي العشر في شهر رمضان المبارك هي أفضل ليالي وعموما الحديث الذي بين أيدينا دل بطريقة العموم على أن العمل في هذه الأيام عمل طيب مبارك يبارك فيه الله تعالى ويتقبله وينميه ما من أيام العمل الصالح فيه نأحب إلى الله من هذه الأيام العشر بالإضافة لما سبق أن ألمحت إليه أقف عند بعض العبادات التي يستحب ويسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها في هذه الأيام أولا الصيام ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم التسعة الأولى من شهر ذي الحجة بالنسبة للصيام التسعة فقط لأن خاتمته وهو اليوم العاشر يوم النحر لا يجوز صيامه لأنه يوم عيد من أفضل الأعمال كذلك الحج والعمرة وقد خص الله تعالى هذه الأيام طيبات بأداء هاتين العبادتين الطيبتين المباركتين ثالثا الذكر فيحرص المسلم على أن يختر من التكبير وأن يختر من التهليل وأن يختر من التحميد الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله إلى غير ذلك من أفضل الأذكار التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى رابعا التوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي لأنه كما تضاعف الأعمال الطيبات في هذه الأيام المباركات يضاعف كذلك وزر الأعمال التي لا تلق ولا تنبغي ولا يجوز أن يقابل بها الله سبحانه وتعالى خامسا التقرب إلى الله تعالى بالأضاحي وهي الهدي بالنسبة للحجاج والأحية بالنسبة لغير الحاج وهي أعمال طيبة ونسك يتقرب به إلى الله ويضاعف أجره والله تعالى لا يحتاج إلى ذلك ولكن نتقرب به لننال الأجر والفضل والتواب وصدق الله العظيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم سادسا أداء الصلاة العيد في نهاية هذه الأيام المباركات وهي من القربات ومن الأعمال التي قام بها نبي صلى الله عليه وسلم التماسا للأجر والتواب عند الله سبحانه وتعالى سابعا مختلف الصدقات أن أحرص المسلم على أن يتصدق بماله بكلمته الطيبة بما تيسر له من الأمور التي هي قربات يتقبلها الله تعالى وينميها ويضاعفها ويدخرها عنده ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا منط الله بقلب سليم ثم تامنا وأخيرا كل عمل صالح النساء والسلام عبر بالعمل الصالح المطلق ما من أيام العمل الصالح فيهن إلى آخر الحديث وذلك تصور أيها المسلم أنه أي عمل صالح قمت به هنا فهو عمل مبارك أجره وفير عند الله سبحانه وتعالى فإذا صليت صلاة فجر في هذه الأيام فهي أفضل صلاة فجر صليتها في حياتك إذا تصدقت بصدقة فهي أفضل صدقة على الإطلاق إذا أديت فريدة الحج إذا دبحت الأضحيات إذا قلت لا إله إلا الله فذلك كله أفضل عمل قمت به في حياتك نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها لأحسن الأعمال ولأحسن الأقوال ولأحسن العبادات ولأفضل القربات كما نسأله أن يتقبل منا وأن يترجز عن التقصير كما نطلب الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء وأن يكشف البلاء وأن يحفظ البلاد والعباد إنه على كل شيء قدر وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وفارك على سيدنا محمد وليو صحبه والتابعين سبحانه ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر